لعل التعاون الوعد بين البلدين في مجال التعليم وفي عدد من المشروعات الثقافية العملاقة يعد أحد أهم مجالات التعاون التي سوف تمثل نقلة نوعية في مستوى التعاون بين البلدين وإحنا صغيرين كان أهلنا يسألونا نفسكم تطلعوا إيه؟ وكنا نقول زابط، مهندس، دكتور، نسافر ونبقى خرجين جامعات أجنبية وطول عمرنا بنبص بإعجاب شديد للتجربة اليابانية البلد اللي نهضت من وسط الرماد علشان تبني حضارة تبقى مضرة بالمثل بلد الحلم اللي أصبح حقيقة بس جزء كمان من أحلامنا كان بيتلخص في سؤال إمتى نبقى زي اليابان؟ الانضباط، التدريب، الالتزام؟ وأهم حاجة العمل ومع أي حد كان يقول قريب إن شاء الله كنا بنرد مش بالكلام دلوقتي التجربة اليابانية في التعليم بقت في مصر بنفس الجودة وبإرادة وبإدارة مصرية وبشراكة حقيقية بين حضارتين الإنسانية تشهد لهم بالعظمة الجامعة المصرية اليابانية كانت ثمرة حلم كبير بتعليم عالي حقيقي بيسعى للمستقبل بالعمل لأن الجامعة المصرية اليابانية كان أساسها هو استخدام النظم التعليمية اليابانية إلا قيمة على الانضباط وإن الطالب مش بس بيتضرب لأ، بيطبق اللي بيتعلمه علشان يفيد المجتمع بتاعه إننا على يكين من أن جامعة إيجاس سوف تنمو كمركز للتمييز ليس فقط في مصر ولكن أيضا في إفلاكيا والشرق الأوسط مش بالكلام لأن الجامعة المصرية اليابانية راعت الطلاب وأحلامهم مش بس في المناهج الدراسية وإنما كمان في المباني اللي احترمت إنسانيتهم وكانت مجهزة لخدمة حلمهم أماكن محترمة للإقامة يعيشوا فيها قاعات متميزة للمذاكرة إنترنت عالي الجودة ملاعب لممارسة الرياضة مكتبة على أعلى مستوى غير الأماكن المتميزة الخاصة بالتدريب والمعامل اللي على أعلى مستوى مش بالكلام لأن الجامعة عاملة اتفاقية شراكة وتعاون مع 15 جامعة يابانية يشهد لهم العالم اليابان اللي قدمت للبشرية 25 عالم ياباني حصلوا على جائزة نوبل 22 منهم من الجامعات اللي عاملة شراكة مع الجامعة المصرية اليابانية مش بالكلام لأن الجامعة حققت بالفعل نجاحات وسجلت 43 براءة اختراع في آخر كام سنة علشان تثبت أن العلم هو اللي ينفع الناس ويفيد البشرية مش بالكلام عشان الاستفادة كمان كانت استفادة عملية بالسفر لليابان في برنامج تبادل طلابي على أعلى مستوى في ربط حقيقي بين الدراسة وسوء العمل الجامعة المصرية اليابانية فعلاً بقى لها إسهام حقيقي في مصر بيأكد على دورها وعلى مسؤوليتها مش بالكلام لأن الصداقة المصرية اليابانية مستمرة وهتفضل مستمرة علشان الإنسانية حاجات كتير ممكن محدش يصدق إنها هتحصل لكن الحمد لله حصلت وحاجات أكتر هندعي ربنا نقدر نعملها يقدرنا عليها وإن شاء الله هنحققها بس مش بالكلام مش بالكلام لأ بالعمل نوصل قوام أبعد أمل خلي الجريق ورسم طريق بروح الفريق حلم اكتمل مش بالكلام لأ بالعمل نوصل قوام أبعد أمل خلي الجريق ورسم طريق بروح الفريق حلم اكتمل مش بالكلام بالإنجازات بالعلم نعمل موجزات واسمك شديد تلقل بعيد أصبح أكيد مش محتمل صدقت حلمك والتزم عمرك في يوم ما هتنهزم العلم ضي بكرا اللي جاي في خير كتير أمو الشغل الجامعة قدرت توفر لي سفر لليابان وده ساعدني أن أتعرف أكتر على الثقافة اليابانية لما سفرت هناك اتعرفت على نظام التعليم الياباني لقيت أن هو قريب من نظام التعليم الجامعة المصرية اليابانية خصوصاً في منهجة العالمية وفي التجارب المعملية دراسة الإلكترونيكس ان كومينيكيشن في الجامعة المصرية اليابانية ساعدتني بجانب اللابس والتكنولوجي اللي بتوفرها الجامعة أن يكون من ضمن التيم اللي يمثل مصر في واحدة من أكبر المسابقات اللي بتنظامها وكالة ناسها الجامعة بتقدر توازن ما بين المحتوى الأكاديمي وكمان متطربات سوق العمل وكمان الجامعة بتقدم منح دراسية للناس المتفوقة ريادية وأنا معي جو بقفل عشان أشتغل في تيوتا مطلس بعد تحارب مؤيجة سؤال هتلاقي حل والمستحيل ملهوش محل مهما علي وعليك غلي هتحققه أه ما انتاش أقل مش بالكلام بالإنجازات بالعلم نعم المعجزات قاسمك شديد تلقل بعيد أصبح أكيد مش محتقل بالتقفح حلمك والتزم وعمرك في يوم ما هتنهزم العلم ضي بكرا اللي جاي في خير كتير أمو الشابل ترجمة نانسي قنقر